تعالوا بقى نروح لي ملف مختلف حبتين امبارح استهل سانداونز الجنوب افريقي مشواره في المجموعة التانية في دوري ابطال افريقيا استهلها بالفوز على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-0 طبعا الكلام لكان ضمن منافسات الجولة الاولى في المجموعة سجل كاسيس ميلولا هدف المباراة الوحيد لسانداونز في الدقيقة 25 وشهدت هدي المباراة عرض الطيب عبد الرازق لعب الهلال للطرد في الدقيقة 86 بعد حصوله على الانزار التاني بالمناسبة المجموعة دي بتضم كمان فرقنا النادي الاهلي المصري والقطني الكاميروني اللي تم تأجيل مباراتهم طبعا نظرا لمشاركة فرقنا في بطولة كأس العالم للاندية في المغرب وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لعابتنا في مشوارهم الافريقي في الايام اللي جاية بإذن الرحمن